نروح لمنتخبنا المصري منتخب مصري مبارح كمان كان فيه مباراة وفوز على منتخب جنوب السودان الحقيقة كانت تجربة أكيد تجربة ودية خرجت بشكل لا بأس به نتيجة 3-0 ومكاسب كتير الحقيقة بعض الناس بتشوف أن يمكن المنافس مش على المستوى الكبير ولكن زي ما بقول لحضراتكو هي مراحل بيمر بيها منتخبنا القوم استعداداً لبطولة أفريقيا عناصر جديدة دخلت في روي فيتوريا بيدفع بعناصر ما شاركتش فيه المباراة الأولى أمام غينيا وبالتالي كلها عملية تحضيرية الحقيقة يعني خلينا نتكلم أن في بعض العناصر أنا بحب جداً تريزيجيه الحقيقة من اللاعبين المميزين جداً مع منتخب مصر وبيقدي بشكل جيد سواء المباراة رتمها بطيئة رتمها سريعة تريزيجيه بيقدي مباراة الحقيقة مش دي بس ولا اللي فاتت بس لا على مستوى عالي جداً في معظم مباراة منتخبنا القومي في عناصر جديدة ظهرت في محمود حمادة في عناصر جديدة مصطفى فاتحي بيحط جول جميل جداً جداً وأكيد طبعاً فيه رؤية فنية وفيه تحليل فني لهذه المباراة من الجهاز الفني للمنتخب عايزين نقول آه نبص برضو للنص الكباية المليان يعني بعض الناس بتتكلم يعني يا جماعة ده احنا بنلعب جنوب السدان فلازم نكسب والمباراة سهلة أنا ماشي أنا معاك في الجزئية دي لكن كمان كهرباء بيحط جون حلو أو الحقيقة من يعني من تزديدة قوية جداً كهرباء ما شاء الله ما شاء الله تتشهود يعني في كل المباراة سواء على مستوى النادي الأهلي أو على مستوى منتخب مصر بيحرز أهداف فأرجع لحضراتكو أن يعني روي فيتوريا الحقيقة سبع مباراة مع المنتخب المصري سبع فوز يعني بتكلم على أرقام قوية جداً ويعتبر روي فيتوريا يعني أقوى انطلاقة لأي مدير فني للمنتخب المصري خلال الاربعين سنة اللي فاتت يعني خلال الفترة اللي فاتت تقريباً الانطلاقة سبع مباريات بسبع فوز ده معدل رائع جداً نتكلم نروح ونيجي مع المنافس كان مين كان على فكرة كان المنتخب البلجيكي من دمن هذه المجموعة ومن دمن المباريات السبعة واللي كسبها المنتخب اتنين واحد لكن عندنا نواقص اه عندنا واقص اكيد عندنا بعض الدفاعات اكيد عندنا بعض الاخطاء وبعض الدفاعات اللي في الفترة اللي جاية ان شاء الله يعمل الجهاز الفني للمنتخب على توسيع كمان قاعدة الاختيرات والحقيقة هم بيتابعوا منتخب مصر او الدور المصري بشكل كبير جداً لكن عندنا تحديات كبيرة يا جماعة يعني عندنا على مستوى المنتخب تحديات كبيرة أنا متفاعل بروي بيتوريا لسه مظهرش يعني أو الناس ما اقتنعتش ولكن الأرقام بتقول إنه عندنا مدير فني كويس سبع مباريات سبع فوز تمام عندنا كمان رؤيته بالنسبة للنزول بالأعمار السنية وبيحاول يدفع بالولاد موليد 2001 من المتخب الإولمبي ده شيء جيد يحسب له متابعته الدايمة لمباريات الدوري الممتاز هو الجهاز الفني ورصد كل لعيب ده شيء يحسب له الاختيارات بالنسبة له لبعض اللاعبين في الفرق غير الآله والزمالك واللي متعودين عليها ده كمان شيء يحسب له فكمان عايزة أتكلم مع حضراتكو إن احنا يعني الكلام على كمان منتخب المحليين أنا كان لها الشرف إن أنا ماسك منتخب المحليين ولكن كانت الصورة ضبابية ساعتها والأندية مش مقتنعة واللعبة مش مقتنعة والاتحاد مش مقتنعة وما فيش إمكانيات منتخب المحليين هو الرئة الكبيرة للمنتخب الأول بشكل كبير جدا وكل المنتخبات الكبيرة لحضراتكو شفتوها على مستوى الكرة العربية زي الجزائر والمغرب وتونس عندها منتخب يسمى منتخب المحليين منتخب قوي جدا وبالتالي أتمنى إن المشروع ده يشوف النور يعني لو كان المنتخب الأولومبي إن شاء الله عنده أكتر من لعب كمان خلي بالكم منتخب المحليين بيدي فرصة للعبين اللي ما عندهمش يكون اللعيب كويس ولكن مالوش مكان في المنتخب فده بالنسبة له مكان استعداد للوصول لمنتخب مصر فده كمان حافز وبوتيفيشن كبيرة جدا للعيبة بتاعت الدور المصري إنها تكون متواجدة في المنتخب دي وبالتالي في منتخب المحليين وبالتالي المنتخب الأول تجربة إن شاء الله الاتحاد ينظر لها بنظرة يعني إيجابية شوية وبنظرة احترافية من خلال روي فيتوريا اللي أكيد هو حيصعد كمان يكون عنده صف تاني وتالت ورابع للمنتخب الأول كل التوفيق لمنتخبنا الفترة اللي جاية